استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم في قصر البحر في أبوظبي الفائزين العشرة من فئة الأفراد بجائزة نافس في دورتها الثانية الفين وثلاثة وعشرين الفين واربعة وعشرين وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آلنهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وهنأ سموه بهذه المناسبة الفائزين بالجائزة متمنيا لهم التوفيق في مواصلة تمييزهم وأعرب عن شكره وتقديره لجهود شركاء النجاح في دعم أهداف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ورؤية الدولة تجاه مستهدفات التوطين في القطاع الخاص وأتبدل سموه الحديث مع الفائزين واستمع لشرح حول تجاربهم وقصص نجاحهم في العمل في القطاع الخاص بجانب إنجازاتهم ومبادراتهم التي أهلتهم للفوز بالجائزة وقال سموه إن دور القطاعين الحكومي والقطاع الخاص متكامل وأوضح أن القطاع الخاص رافد مهم لاقتصاد الدولة وشريك رئيس في تحقيق رؤيتها التنموية الطموحة وتطوير منظومة اقتصادها الوطني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر